عبدالحي يوسف ما جزار هنا? الشريف وضل بيط شرق مدني? القلب قطع البحر الاحمر بمصلايته. عبدالحي يوسف القعدين العلمانين يقولوا ده سلفي والله ما سلفي ولا يتبق مع السلفية في اي شيء. ده زؤال منحرف زؤال صوفي زؤال اخواني تابع لسيد قطب تابع لحسن البنة. اما الخطبة القاعد يتكلم فيها ويتفاصح فيها وعمل فيها بيبكى على الاسلام ما هي الا كذب. كذب اصلح والله. لان عبدالحي في البلد قاعد تلاتين سنة. تلاتين سنة. مدير آآ السغافة الاسلامية جامعة الخرطوم. مدير جسم شنو جامعة افريقيا. رئيس مجلس الادارة قناة طيبة. رئيس مجلس الادارة باقت قنوات افريقيا. قناة بلغة الهوسة. قناة بلغة التجراي. قناة بلغة الامهرنجة. قناة باللغة العربية. ما دع فيها يوما ما. ولا يوم واحد الى توحيد الله. ولا يوم واحد ما حارب الشرك بالله. بل قاعد يمدح بالصوفية. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت في الايام الفاهتة. شغب وضوضاء. شغال فيها الدكتور عبد الحي يوسف. الذي نصبه اتباعه بلقب امير المؤمنين. فنحن الليلة در نرد على امير المؤمنين الجديد. وعامل فيها بدافع عن الاسلام. وعامل فيها بيبكي والصحيح. انه يتباكى. ولا يبكي. ويتصنع البكاء. فلابد نرد على امير المؤمنين. لان يا جماعة قاعدة لا بد تعرفوها. الضلال كل ضلال. والاجرام كله اجرام. لكن الضلال والاجرام الملبس بيلباس الدين. وبالذات اذا كان بيلباس اهل السنة والجماعة. ده اعظم من الضلال الواضح. حتى لو كان بعيد. حتى لو كان ضلال بعيد. والدليل على القاعدة دي. بداية سورة البقرة. شان ما بزول يقول لي لا. ده الان بدافع عن الاسلام. وما ينبغي تهبشو. بنهبش وبنهبش كنت زاتا. الدليل قلت لك في سورة البقرة. شان ما تقول لي ما تهبشو. في سورة البقرة. ربنا نتكلم عن الضلال الواضح. اللي هو الكفر. قال ان الذين كفروا سواء عليهم. اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم. وعلى سمعهم. وعلى ابصارهم غشاوة. ديل الكفار. بعد ذاك ربنا نتكلم عن المنافقين بعد ما تكلم عن الكفار ديل. فأيتين بس في بداية البقرة. اتكلم على المنافقين في طاشر آية. مش ايتين. طاشر آية. اكتر من الآيات الجات في الكفار الواضحين. مع انه النفاق ذاته كفر. لكن ليه ربنا نتكلم عنه في طاشر آية. لان يا جماعة ذاك كفر وضلال. لكن ملخبة في ظاهر في حد. في وتلبيس. فده اختر. اشكد ربنا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. فالزولة بلبسة الحق بالباطل ده اختر من صاحب الباطل الواضح. دي قاعدة اخدها معاه. اشكده بنتكلم عنه. بعدين جماعته قالوا ده في شفاتة كده مجموعة من الشفوت. سموا نفسهم قال هيئة علماء المسلمين العالمية. كلهم شفوت. من الغفير للمدير. كلهم شفوت. لا هيئة ولا في معالم دي الجماعة من حزب الاخوان المسلمين. قالوا قررنا قال تعيين الدكتور عبدالحي يوسف. اماما عاما لأهل السنة والجماعة. انتوا على كيف? على كيفكم? ده ده كلام باطل وكلام فارق. ما في حاجة اسمه هيئة علماء المسلمين اطلاقا. ما في حاجة يسمى اتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس القرضاوي. وقال يا ابو عديو خليفة قال كلهم عطالة. كلهم مجرمة. واحد في معالمات. ديالي اخنا شفوت. ونجحنا كلهم. جماعة الاخوان المسلمين لعبوا بالعلم. وليعبوا بالدين. وليعبوا بالاسلام. وكلامنا ده ما فيه دفاع عن العلمانين. لانو العلمانين ذاتهم هنخبطهم بعشوية. لكن باعلم. مجر عبدالحي. وان هذه الوزيرة لا تؤمن بما نؤمن به. وده تكفير. ده تكفير. حرفت وده باطل. وحنجيبه بالوسائق بعشوية. وما دفاعنا عن اي احد لا وزيرة لا وغير مدير ولا غيره. نحن بندافع عن الاسلام. وبنبين المنهج الصحيح. وانو المنهج الماشي عليه والرجل ده. ومن كان معه من جماعة الاخوان المسلمين. ده منهج باطل. وابتداءا. اقول قبل ما اخش الموضوع. عبدالحي يوسف ما سلفي. ولا عقيد سلفية. ولا منهج سلفي. ولا طرحت في الدعوة سلفية. ما هي السلفية? السلف. السلف هم من مضى. ونعني بقولنا السلف الصالح او السلفية اي ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتابعوهم وتابعو تابعيهم ومن تبعهم باحسان. ممن سلف ومضى. فمن كان صالحا على الكتاب والسنة. بفهم الصحابة. وقد سلف. فهذا هو السلف وهؤلاء سلفنا. دليلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم. خير الناس قرني. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فديل خيري ابتعتنا. وديل اخير الناس. في عقيدتهم. في عبادتهم. في فهمهم. في فقهم. فنحن لما نقول السلفين ما حزب. انما منهج. بنكسط بمنهج الصحابة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فانه من يعش منكم بعدي. فسير اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي. وما اكتفى. ما قال سنتي واكتفى. انما قال سنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها. وعضوا عليها بالنواجز. وإياكم محدثات الامور. فان كل بدعة ضلالة. فالبتمسك بما كان عليه الخلفاء المهديون الراشدون. ديل هم السلفين. وليس حزب. وليس اشنا يا جماعة? حزب. انما كلمة السلفي نسبة الى المنهج. سلفية هي المنهج. منهج الصحابة. الربنا رضا عنهم. ربنا قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. رضي الله عنهم. ورضوا ورضوا عنه. واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. دي السلفية. عبدالحي ما سلفي. اطلاقا. ليه? لان الشوعين والعلمانيين لما شافوا عبدالحي بيكفر بدون دليل. وبشلد بدون اي مستند من الدين الاسلامي الصحيح. قالوا ده ده السلفي وهذه الوجه السلفية. وهم عارفين ما سلفي. عارفين من جماعة الاخوان المرسمين. لكن قالوا طالما الرجل اشتر وانقر قالوا ان نضرب السلفين البخوفون نضربهم بعلو. لكن ما بتقدروا. اطلاقا ما بتقدروا. عبدالحي ما سلفي بشهادة عبدالحي. جريدة الشارع السياسي. سنة الفين وثلاثة. بالله اكتر من كده نسوي شنون. سنة الفين وثلاثة. لقاء مع الدكتور عبدالحي يوسف في الصفحة كاملة. والجريدة دي قبل يوم من العدد الحح كده قبل يوم. الجريدة قال 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 الظهر واحد سلفي. جمط رود من الامارات. اسمه عبدالحي يوسف. قام تاني يوم عبدالحي جرى مش الجريدة. قال لما انا ما سلفي كيف تقول سلفي اعمل لي لغاء. اروز على الكلام ده. قام قال بالبونط العريض. عبدالحي يوسف يقول لست سلفيا. واذا وجدت جماعة باسم السلفية فلست واحدا من اعضائها. ده منو عبدالحي. فكافي يجو الشيوعين والملاحدة والصعاليك يقول والله عبدالحي ده سلفي. وديل السلفين. البي كفروا. ودارين فجروا. لا 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 ده المانحنا. عبدالحي ده قال انا لست سلفيا. هل تاني من العدل? او الحقل? او المنطق? اي جواعي الشيوعي? يقول عبدالحي لا لا. ده ده للسلفين? عبدالحي قال انا ما سلفي. خلي الفات. الان انا بتحدى عبدالحي يوسف. تحدي. يقول بس انا سلفي. بس. يقول انا سه السادي. خلوه الفات. ما بيقول. عبدالحي صوفي اخ. اخواني صوفي. ده لغامة عبدالحي. جريدة الديار بتاريخ السبت تزاعتاشر اغسطس. وسأخذي انا ما عارب بيجي يومه. طيب تزاعتاشر اغسطس الفين وسبعتاشر الموافق ستة وعشرين زلقعدة الفوربعمائة تمانية وتلاتين هجرية. قبل كم? سنتين. الصفحة الاولى لقامة عبدالحيوسف. او دي صورته. دي صورة عبدالحي يوسف. دي صورة عبدالحي يوسف. شفت كيف? دي الحي يقول شنو عن الصوفية. قال. وذكر عبدالحي ان التصوف الحق من هذا المنهج براء. فالتصوف الحق هو تصوف عباد الله الزهاد الناشرين نور القرآن. انت لقاك تصوف حق? نسأل كان صوفي? اذا قلت ايوه بالنجمك بالدليل. جيب الدليل. وما بتقدر تتفكى مننا. وما بتلقى دليل ليه ما الدين. انه الرسول كان صوفي قادري. كان تجاني. كان تسعيني. كان كزنزاني. كان شنو? ما بتلقى دليل. اذا قلت لا معناته يلزم ان تقول انه الرسول ما كان على الحق. لانه التصوف هو الحق. والرسول ما كان صوفي ما كان مع الحق. وده كفر. كلام ده خطير يا ناس. والزول ده زول? والله اخي زول ملولو. وزول متلون يا اخي. وده لحيجيب كفوة في البلد دي. انا فيوتو في. ده لحيجيب كفوة في البلد دي زي ما يخطب. وقال ايابي ليلة الجهاد. والصومال وتبكي. وما عارف تشتكي. ولد محمد قمجة. وقبل ما يصل الصومال صاحبك جاو سكري. سكري الواحد ده. تز كده جاو سكري. واستغاز بناس الامن. اغيسوني. يا صلعقوش اغيسوني. يا اللي وفلان اغيس. ولم جاو سكري. مع انه هو قال اولاد الناس. يمشو قال الصومال. الصومال فيها جهاد. مسلمين بكتنوا مسلمين. وفتنة كانت الوقت داك ما في جهاد. كانت فتنة. قال يمشو. لما ماشا ولده صاحبك راق الصلاتة. لما جاو سكري. فده دبتع لولوة. التصوف الحق نقدر نعرف ياتو تصوف حق. ياتو دا. حسنا نتكلم عن الان. ياتو في بلدنا دي الان. تصوف حق. البرع على حق. البرع على حق. البرع قال يا اخ. قال قال وقائل خط بحرا زاخرا وقفت بساحل منه رسل سادة الناس. قال الصوفية. خشوا بحار. زاخر بالعلوم. والفقه. والمعارف. قال الرسل زات ما قدر يخش البحار العلوم دي. وقفوا في القيفة. وقفت بساحل منه رسل سادة الناس. البرع قال قال الحسين على معبودكم قدمي وضعتوه. الحسين دا الحلاج. برع قال الناس ما عارفين اسمه الحسين. اسمه الحسين ابن منصور الحلاج كمان. قال البرع قال قال الحسين على معبودكم قدمي وضعتوه. البرع قال يا له من عارف كاسي. الحلاج قال انا كراعي دي فقمعبودكم. ونحن بنعبود الله. ولا معبودكم منو? الله. قال كراعي دي فقمعبودكم زاتو. البرع يستم في رب العالمين ويأيد الناس اللي بيستم هو اللي بيقوله كراحة نظيفك رب العالمين ده البراي او ده الكتاب شان ما تقول لي بتتكلم سايو ده الكتاب اللي فيه الكلام ده ديوان رياض الجنة ونرد جنة للبراي اييه زول ده ريالة نفتحه له ان ده البراي من كبره بالناصر في الكلام ده يا ناس لكن دي الاولوة بتاعة عبدالحيوسف اتنين عبدالحيوسف ما شازار هنا الشريف وده له بيض البحر الاحمر بمصليته بيقال كرامته كذاب قال قطع البحر الاحمر بمصليته عبدالحيوسف القعدين العلمانين يقولوا ده سلفي والله ما سلفي ولا يتفق مع السلفية في اي شي ده زول منحرف زول صوفي زول اخواني تابع لسيد قطب تابع لحسن البنة وجابه محمد سرورزين العبدين بالنايف في زيارة سرية هنا في البلد دي بالغرطوم ولا ما سمعتوا وكشفتهم جريدة الصحافة عبدالحيوسف ومعاه التاني دات اسم منه على الدين الزاكي ومعاه محمد عبدالكريم ومعاه مدسر احمد اسماعيل ومعاه ام داك ابو نارو عرفته مش استقبلوا في زيارة سرية دخلوا البلد الجريدة قالت مجموعات تكفيرية وسرورية قام تاني اوم مش الجريدة هي جريدة الصحافة وعندي موجودة مش الجريدة قال والله اخ شيخنا دا ما ناغش موضوع التكفير معنا انه ما ناغش قضايا الدعوة وكيف تسير الدعوة يعني شيخكم ايواه بس محمد سرور قبل ما كمل لك قصة الشريف وضلوا بيط محمد سرور زين العبدين بالنايف ده في مجلة السنة حقته بتصدر من لندن في العدد تلاتة وعشرين والعدد ستة وعشرين يقول المسلمين على وجه الارض كلهم كفر العدد كم تلاتة وعشرين والعدد كم ستة وعشرين فصابق عبدالحي يوسف الصوفي الاخواني ما جزار الشريف ودى البيض الصوفي شغل طريقة القال قطع البحر الاحمر بموصليته عبدالحي ماش حضر المديح طاق ترق شاب شرب صحبوه مني وحضر بعد ما انتهى المديح قال لي جينا نتعلم منكم يا شيخنا اذا عبدالحي بتلقى تعلمه من وين من دعاة الشرك وعبادة القباب وعبادة القبار من الصوفية فكيف يقولوا سلفي دي مسألة اما تكفيره نحن والله كاهل سنة وجماعة بنفرق بين تكفير القول وبين تكفير المعين الذي قال في فرق وذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء رغم ثلاثة تفريق كبير جدا ودليلنا على الكلام ده ادلة ما تقدر تعدى ذاته ادك واحد في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال بسط الرجل الذي اضل راحلته قال الله افرح بتوبة احدكم من رجل كان بارض فلات فاضل راحلته فيها وعليها طعامه وشرابه فايس من الحياة فجاء فالضجع تحت ظل شجرة وييس من الحياة لانه الدابة في الطعام والشراب هو في صحراء جرداء نعم خلاص قال انا ميت ميت فاستيقظ فوجد الدابة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه فقال اللهم انت عبدي وانا ربك الكلام ده كفر ولا ما كفر كفر لا خلاف فيه زولي يقول لي يا الله انت عبدي وانا ربك لالله الكلام ده كفر لكن النبي ما كفروا صلى الله عليه وسلم قال اخطأ من شدة اشنا يا جماعة من شدة الفرح فكعقيدة بتاع الجمهورين بتاع الناس محمود محمد طاعة والعقايدة ادعوا لها دي كلها كفر لكن ما يزول قال انا جمهوري طوالي بتكفره حتى تقيم عليه الحجة الرسالية كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله التي من خالفها كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء ده دين ده دين الاسلام كده وده كلام في العقيدة ما فيه خلاف ما فيه خلاف اصلا فده الفرق من الفروقات الكبيرة والكثيرة بيننا وبين السرورية والاخوان المسلمين ناس عبدالحي يوسف عبدالحي يوسف لا بيكثر بدون دليل لانه كلامه ده تكفير ولازم نمسكه منه شان ما يجعل الناس يتساهلوا في التكفير لانه في بعض الناس ذاته من السودانين بعضهم عندهم وهم في مخهم ده انه العالم ده اللي يجيبه بالتلفزيون اذا هو بالتلفزيون وفيه مكرافون فيه حاجة مربح كده قل لك اوه عالم والله تقول لا الله قال الشغل ده حرام تدي نص الآية بفهم الصحابة قل لك لا لا ده جيبه بالتلفزيون يا زور ده فهم الناس كده شان كده الكيزان لما عبدالحي لما انجمع طرود من الامارات بالتلفزيون ده ببرنامج ده وانا لفتا فانطبع فيه اثان الناس انه القبو فيه فكي ما فيه حاجة والله ما فيه اي حاجة فالتكفير الكلمة القالة قال ان هذه الوزيرة لا تؤمن بما نؤمن به ده تكفير انا البفهم ده تكفير فالمهم لكن التكفير اذا جابوا من وين عبدالحي شيخ البي يقرأ كتبه والبي اعتمد عليها في كلامه وفي فصحته وبلاغته هي كتب سيد قطب في قناة طيبة وازاعة طيبة عبدالحي جنه يفسر الآيات يقول لك كما قال الشهيد او كما قال السيد او كما قال صاحب الظلال ده منه التلاتة ديال واحد هو سيد قطب لكن ماذا يقوله سيد قطب لانه ده الدين عبدالحي يوسف والتكفير ده اصلا جامل سيد قطب انت قاله جامل وين طيب ده كتاب ظلال القرآن الجزء ثلاثة الجزء ثلاثة الصفحة الف ستمية أربعة وثلاثين وده لابد الدنيا ذي كلها تعلم انه التكفير ما عنده سلفين التكفير الغير منضبط بالشرع ده اصلا الجابه في العصر ده هم جماعة الاخوان المسلمين البمثلهم في البلد عبدالحي يوسف ما شفت في المظاهرة بتاعة الأقصى بشعار الاخوان المسلمين ولابس الشال واقف قدامه بتكلم باسم الاخوان المسلمين قال سيد قط صفحة الف ستمية أربعة وثلاثين قال ان المسلمين اليوم لا يجاهدون ذلك ان المسلمين اليوم لا يوجدون ما بمسلم كلكم كفر ذلك ان المسلمين اليوم لا يوجدون ما فيه الا من رحم الله ولا بيش ان قضية وجود الاسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم لعلاج واحد ده ظلال القرآن الجزء أربعة الصفحة الفين وتسعة قال سيد قط ده شيخ ناس عبدالحي ومحمد علي الجزولي ومحمد عبدالكريم والترابي وكلهم من الاخوان المسلمين ده الاب الروحي للاجرام كله والتكفير والتفجير قال ان هذا المجتمع الجاهري الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم مجتمعكم ده قاعدين فيه ده ده ما المجتمع بتاع المسلمين كذلك صفحة اثنين الف ومية اثنين وعشرين من نفس المجلد قال سيد قط انه ليس على وتي الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه يا شريعة الله والفقه الإسلامي ما في دولة مسلمة ولا في مجتمع مسلم على وتي الأرض اليوم ده كلام سيد قط كذلك المجلد اثنين من ظلال القرآن قال سيد قط لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم جاء الإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى شهادت أن لا إله إلا الله إلى أن قال لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد البشرية لاحظ كلها يعني ما استسنا أحد فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله طيب الجماعة بيصلوا في الجامعة بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله كيف؟ عددك لهم كيف؟ جيهم لك جهة خاصة القيامة لأنهم اللي بقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وبيصلوا لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله كذلك كتاب معالم في الطريق كله تكفير ده القراضاوي اعترف إنه الشيخ البسني على والليلة عبدالحي وبيأخذ منه التكفير وبيأخذ منه التفسير الباطل لكتاب الله القراضاوي رئيساً إخوانا المسلمين في العالم الليلة اعترف إنه سيتقضب ده تكفيري من الدرجة الأولى في كتاب أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة الإمام قال يوسف القراضاوي الصفحة تسعة وتسعين مية قال القراضاوي في هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد سيتقطب التي تمثل المرحلة الآخرة من تفكيره والتي تنضح بتكفير المجتمع آها نبزنا نحن ده رئيساً لإخوانا المسلمين فده عبدالحي جاب التكفير مننا أصلاً عرفته؟ أما الخطبة القاعد يتكلم فيها ويتفاصح فيها وعمل فيها بيبكى على الإسلام ما هي إلا كذب كذب أصلاح والله لأن عبدالحي في البلد دي قاعد تلاتين سنة تلاتين سنة مدير السغافة الإسلامية جامعة الخرطوم مدير جسم شنو جامعة أفريقيا رئيس مجلس الإدارة قناة طيبة رئيس مجلس الإدارة باقت قنوات أفريقيا قناة بلغة الهوسة قناة بلغة التجراي قناة بلغة الأمهرنجة قناة بلغة العربية ما دع فيها يوماً ما ولا يوم واحد إلى توحيد الله ولا يوم واحد ما حارب الشرك بالله بل قاعد يمدح بالصوفية بل لما نسألوا عن البرعي في مسجده يقول له البرعي قال إن أبا خطبهم في البرعي قال منهم خف الحال منهم مجاهر منهم علم بلغيب باطن وظاهر يكرفس الورق ويدعه تحت الكرسي تحت التربازة ويقول ده سؤال بالله تسأله جاء الله قال كرة القدم النسائية جاء يكفر به سبب كرة القدم النسائية كرة القدم النسائية حرام كل العلمانين اسمحوا الكلام ده جو عينك يا علماني جو عينك يا شيوعي كرة القدم النسائية حرام ولا دائرة كترة أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية قال قال والشر المحضو لا يحتاج إلى فتوى والخير المحضو لا يحتاج إلى فتوى بيحتاج لفتوى ما بيحتاج لفتوى يا ناس بيتلاب سريدة وقال لك بتقلب باكورت وكمان بين الشوطين يا ابوه تردع ولده والجماعة مصورين محل الرضاعة الشيوعين والعلمانين ركزوا على محل الرضاعة يا عفلين يا وسخين عرفته فكيف ده يكون حلال يا بشر يا ناس كيف يكون حلال يا اخي هل كديس لو داري بول بيحفر كده وبيوطع على الحفرة وبيتفينة كده ده بتردع قدام البشر كلهم قال والجدير بالذكر ان المباراة قد حضرها مجموعة قال من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والرجالات الطرق شو على السياسة كلهم حوارة وقلت أطب وده ما بجوز ولا عنده علاقة بالدين يا اخي ابدا ما عنده علاقة بالدين وقبال قلنا لك رجالنا لعبت الكورة ما نفعه ولا نافعين لا الليلة بتباكو على كاسي كافة سنة تلاتة وتمانين ولما نشلنا كاسي كافة طبعا كان في أربع فرق بالذاته أنا ما قلت لا يبكور عرب كلامنا الدور كله كان فيه أربع فرق ياته كان شلتين تاها المهم لا الليلة بتباكو على من تلاتة وتمانين تغريبا شوف لحد الليلة كم سنة عندك هناك سبعة بقت الفين زي التسعة عشر ستة وعشرين سنة تاني ما جابوا أي حاجة في الله والليب ما فالحين رجالنا خلي جبوا لنا نساوين كمان دا ما دا إله كلام كتير ولا لعلمانين بقدروا ناقشون فيه لكن نحن في تجار الدين والناس البتاجر بإسم الإسلام عبد الحيدة تلاتين سنة السلطة في يده يسافر مع البشير ضنقلة ويجراجع من ضنقلة يمشى على البشير نيالة ويطلح لزال انجيه شاهدوا كده حضنينه واشي مع بعض مع الشي مع بعض والتصوف شغال والبرع شغال يقول في الكفر ويقول في الشرك والجماعة يقولوا نادر يكينيك شفت كيف وديك الجماعة بيناك يقولوا يا باسبار البل عنقريب طار الحير الحفار دا هناك في حجر العسل قالوا شيخ باسبار دا جاء شالو بالعنقريب بعد ما ماتوا حفروا القبر خطوا العنقريب دا ننزلوا فر طار بعنقريبه عبد الحيدة كل شيء في الكلام دا ما حصل اليوم قال يا جماعة اتقوا الله كرة القدم حرام لكن ايهما اشد حرما وجرما وذنبا عند الله يا دكتور عبد الحي الشرك بالله الشغالين في والصوفية خاتمية سمانية قادرية ركينية تجانية دا الاكبر ولا اكبر قرية النسائية وليما انكرت داك دا سؤال منطي وسؤال مهم جدا ليلا الليلة ما عندك ولا خطبة وحدة في انكار عبادة او دعاء غير الله سبحانه وتعالى مع انه ربنا قال الشرك اعظم زم لا تقول ليه كرة ولا باسكت الشرك اكبر ربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به لا يغفر ان يشرك به وذي مشكلتنا الليلة بالسودان ويغفر ما دون ذلك اي حاجة تحت الشرك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وفي الاخرى ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما ليه عبد الحي ما بتكلم في الكلام دا لانه دين عبد الحي كله قائم على السياسة والمواقف السياسية ومصادمة الحكام دي رسالة الدكتوراء تعد عبد الحي يوسف طبعا عمله هنا من جامعة امدرمان وطبعا ممكن تعمل دكتوراء في الباسطة في الفجل في الفول السوداني في فول مدمس ممكن عشان ما يزولي عبد الحي عمل لنا في اي دكتور اجي افتلنا في الدين كت دي عمله هنا ونغش له الحبر يوسف وكان عنوان ذات عبد الحي كتبوا غلط بالمناسبة إلا صلحوا هنا يسمى الاستبداد السياسي في ضوى القرآن والسنة الأسباب والعلاج عبد الحي كان كاتبة الاستبداد السياسي في القرآن والسنة وده كلام كفري المهم وعنده الكتب بالعنوان داك برضو عندي تم شوين عبد الحي تم شوين الامارات تردوك تم شوين وهذا الكلام السعودية قاعد تنبس فيها الليل والنهار لما اعتقلوا سلمان العودة قلت ديل الفرعون وبش بوا فرعون السعودين الحكومة السعودية تم شوين تجح لقت الحاجوس الحاجوس بن نجمة داكتابك داكتابك يلا الكتاب دا عنوان الاستبداد السياسي وده رسالة الدكتورة البيجابي عبد الحيوس الدكتور لانه هم كله السياسة والكرسي والوصول الى كرسي الحكم والسلطة اذا كده انكاروا بقول ان الله امرنا بلا مر معروف وانا انا منكر دا كله بيقصد به مواجهة الحكام ومصادمة الحكام ايا كانوا صالحين ولا طالحين دا دينه كله الاستبداد السياسي موش كان اولى تتكلم عن الشرك ولا ما اولى اولى وليلة الليلة وعنده كتاب تاني اسمه الدولة في الاسلام ما عنده موش كتاب ما عنده سطرين انا قريت عنه كتير جدا قريب عشرين سنة بقرع عنه ما عنده ولا سطر واحد عن الشرك بالله عن عبادة القبور عن عبادة التواغيط الجليها جميع الانبياء والمرسلين ربنا قال ولقد بعثنا في كل امة الرسول ان يعبضوا الله واتنبوا الطاغوت ثم بعد ذلك اذا دخلت الكتاب دا تلقى كله تكفير وكلام عجيب في صفحة متين اتنين وتسعين عبدالحيوس يقول من كتابه الاستبداد قال لو قال اه الان قال في صفحة متين اتنين وتسعين اما واقع المسلمين المعاصرين شوف نفسي كلام سيد قطب تكفير تقيل اما واقع المسلمين المعاصرين فانه يشهد بان كثيرا من حكامهم كفار لا مجرد ظالمين فالتكفير دا دا يهو حق ناس عبدالحيوس والتكفير بجبلة تفجير بالمناسبة لابد الناس يستعدوا التكفير بجبلة تفجير زمان كنت بناظر ناس التكفير والهجرة فقلت لهم ليه بتكتلوا المسلمين في المساجد قالوا نفسي كلام عبدالحي قالوا الناس الكفار طيب لا تكتلهم قالوا ربنا قال فاقتلوا مشركين حيث وجدتمهم فالناس اللي ما عندهم بيع علي حاكم ناس ترنقع شغالين ساكت شكده خطب لهم خطبة وتباكى فيه عمل فيها بيبكي كذب بعد ما انتهت الخطبة الجماعة قالوا نبايعوا كأميرا للمؤمنين خلاس يا المامون وبعد داك طل على الو الريقة الصغيرة قالوا والله الناس اللي ما قلت لهم سووا كده وتاني بيجي يصلوا معاهم كل مرة يتبرم منهم تاني بيجي يصلوا معاهم انا متابع عليكم من عهد البشير في عهد البشير في البداية بدأ يشتم في الكيزان الناس يزول اللحمة شاء المكسر والجامعة ملا لما نوسعوه بعد شواء البشير جاي صلى معاهم عوجودة مسجلة وعقب بعد خطبة دا عبدالحي قال عبدالحي لما انجم طروض من الامارات قال ابانا بيجي يتكلم فينا لكن الان جيبناه لانه عندنا الطريقة اللي بنقدر نجيب بها الناس والله الناس لسه بيصلوا معاهم شوف المقالب دي اللي بيعمل عبدالحي دي اول شي بيشتم في الكيزان بعد شوية البشير جاء حلا جوا الجامع بتاعه قال عبدالحي جيبناه بيجي معانا الناس لسه بيصلوا معاهم نسوا اللمبارح دا اللي كان بيشتم فيه الجماعة دي للكيزان واحد تقول واحد مشت قدام لما نحس انه البشير دا ريسقط وعرفة شغلة خلاص كتمت قال لنا سخرجوا وحتى لحاديث القال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام اسمع واطع للامير يعني للحاكم وانجولي تظاهرك واخذ مالك وده الدين الصحيح قال لا قال قال دي حاديث شوف قال عنا شنو في الصفحة وده من زمان قال وكرر في الخطبة في الصفحة رقم تلتمية وتسعة عشر وده كلام بالمناسبة كلام خطير جدا قال واجب على أهل العلم ان يزيلوا تلك المفاهيم الخاطئة التي عمل المستبدون على تقريرها أهل مفاهيم الخاطئة دي بتاعت المستبدين الظلمة دي شنو قال من وجوب طاعتهم طاعت الحكام الظلمة مهما جاروا أو فسقوا وجوب طاعة الحاكم حتى لو كان ظالم ده ما فهم خاطئ جابوا المستبدين الظلمة ولذا كلام الرسول في صحيح مسلم قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمع واطع للامير وإن جولد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع فاسمع وأطع عبد الحيق قامت له لو قال إذا جولد ظهرك بحق وأخذ مالك بحق كذاب بنص الحديث لأنه قال شنو قال أخذ مالك ما مال الحاكم طيب لو أخذوا المال اللي هو مالك انت ده ظلم ولا عقل فالنبي لما نجاب قال مالك معناته شنو معناته حاكم ظالم وإلا ما قال مالك انت كان قال ماله إذا كان بحق أو كان قال مال الزكاء إذا كان بحق أو كان قال مال الصدق إذا كان بحق لكن قال أخذ مالك وجولد ظهرك برضو قال تاني فاسمع وأطع فعبد الحي يعتبر أحاديث الرسول دي كل مفاهيم خاطئة وده من أخطر الكلام فلما نحس إنه البشير ده رزقه قام بيقى يأصل الكلام ده تاني قوله لحاديث دي تدعو الكلام ده قال يدعو إلى الخنى وإلى الاستبداد وإلى الظلم وإلى كده وإلى كده البشير قام ما سقت قبل الاعتصام بتاع الغيادة ده ما سقت أظنه ساقود جماعة الوقت داك بتاعين البشير عملوا لي حاجة كده أنا ما فاهمه المهم جابه في كرسي بتاع عروسة أحمر كرسي الكوشة داك قاعد فيه بعمل رأسه كده قال قال أنا ما قلت لهم كده والهتفات الهتفو دي المساجد ليست ليست أماكن للهتفات وأولئي ناس قليلون وكده تاني جو صلوا معاو دي كده كم تلاتة أها بعد ما دق فيهم مقلب وأول ما عمل الخطبة واحد قام عليه حيله بعد الخطبة قال له قم يا عبد الحي مش انت خطبت عب خطب عن المضودة قم قدنا من هذا الجامع مش نزغط البشير خش اللوضة تعاني صلوا معاو شبه البشر دي الكيف بشر غريبين جدا خلاص تعاني صلوا معاو آخر حاجة اللي الجمعة اللي هو المبارح دي اللي الجمعة الفاتح دي هيا جملك هيجة وأنا قال سجني قال خلوة وقتلي شهادة انت من رجال السجون انا خشينا سجون لما نغتنعنا ذاته كده خش نصاعة خش نصاعة نصاعة بس خلي داخلوك المحال اللي كان بداخلونا فيه نصاعة نصاعة انا بجيب لك بيضو بجيب لك تحنية جوين عدو نصاعة خش قال قال وسجني خلوة الودع عامل فيها ابن تيمي ودي التاخلو مسلم وصوفي ابن تيمي حارب كل العطالة ديل خوارج اللي هم الأخوان المسلمين الليلة وحارب الأشاعرة والجامية والماتريدية اللي هم الصوفية الليلة والصوفية ذاتهم بيسمهم وحاربهم المهم قال قال أنا سجني كده وأنا وأنا قال لا أخاف من أحد جماعة قال نبايعك أميرا عاما للمؤمنين طلع ورقة اتبر منهم كلهم تاني بكرة بيصلوا معهم والله هذه البشر ذاتهم أنا ما عارف جاي من وين بشر غريب غريب جدا لكن المشكلة ما في شيوخ الضلال بس المشكلة في الناس التابعوهم ديلي وشيوخ الضلال ديلي يا مسلمون أفهموا الحتة دي الرسول عليه الصلاة والسلام خاف على أمته من شيوخ الضلال زي عبد الحي والقرضاوي والبرعي والمكاشفي والكباشي والركيني والترابي وغيرهم خاف على الأمة من مثل هؤلاء أشد من خوف على الأمة من المسيح الدجال شوف رغم إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال مش رغم ده مش رغم ده قال غير الدجال أخوفني عليكم وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين دي الأخطر من المسيح الدجال يا ناس مسيح الدجال مكتوب بين عيني وكافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب لكن دي يلبس الحق بالباطل وهم تضلل الأمة بل مقابل بغادي في جماعة قالوا عبد الحيد طالما أتكلم في هؤلاء الجمهورين نحن قالوا الركوبراس نحن مع محمود محمد طه قالوا أمنه زعيم الجمهورين نحن برضو درنا نشوف الجمهورين دي المعتقد وشنو في عجان طيب ده الكتاب الأول لمحمود محمد طه وده الكتاب ذاته بشحمه ولحمه زي ما كتب عم قحوتة الكتاب ده مطبوعه قال في شوال ألف وتلتمية تمانية وتمانين هجرية يناير ألف وتسعمية تسعة وستين ميلادية عنوان الكتاب والكتاب ده بالذات يقفيك من عنوانه عنوان الكتاب محمود محمد طه قال الإسلام برسالته الأولى يعني الرسالة جباء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلح لإنسانية القرن العشرين إسلام النبي عليه الصلاة والسلام الجباء والدين الجباء والرسول صلى الله عليه وسلم عند السادة جمهورين ده دي ما بينفع معانا في القرن العشرين ده خالص وذكر الكلام ده جوه في صفحة السبعة شان ما تقول له يمكن العنوان براو صفحة السبعة الرسالة الثانية قال بعنوان الرسالة الثانية لأنه محمود محمد طه قال الإسلام ده رسالتين رسالة حقات محمد صلى الله عليه وسلم ودي الأولى وقال دي انتهت هسا الآن ما بتنفع نهاي ما بتنفع خالص قال في رسالة تانية دي جباء قال محمود محمد طه جب الرسالة التانية شان كده عنوان جوه هنا قال الرسالة الثانية الرسالة الأولى للإسلام لا تصلح لإنسانية القرن العشرين بتعني أنه في رسالة ثانية والكتاب ده كتب باللغة الدارجية زي ما هم صرحوا بل كلام ده في ختام الكتاب قال بتعني أنه في رسالة تانية في اتنين دين إن محمود محمد طه محمود محمد طه قال أنا ما معاكم في الدين الأول جباء الرسول صلى الله عليه وسلم هو عنده دين تاني سمي إسلام اتنين إسلام عشرة إسلام واحد وعشرين إسلام صالح في النهاية إسلام تاني أما الإسلام بتاع الرسول محمود محمد طه قال ما معاكم فيه ولا بهم فعزاته في الزمن ده القرن العشرين ده كفر ولا ما كفر كفر ده كفر أصلح ولا يختلف فيه إثنان من العوام خلي العلماء له لأنه ربنا قال عن دين النبي عليه الصلاة والسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ربنا سبحانه وتعالى قال عن الإسلام جباء الرسول وده ما في غيره قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين محمود محمد طه ده ابتغى دين تاني طيب وألف الكلام ده كتاب كامل هو ده غير ده اسمه الرسالة الثانية من الإسلام تأليف محمود محمد طه الطبعة الخامسة ألف كتاب كامل يثبت أنه في دين تاني وقال في ختم الكتاب قال إن الإسلام رسالتان شو الكلام ده باطل وكفر كيف رسالة أولى قامت على فروع القرآن فروع وقال ده حقات محمد خلاص قال ورسالة ثانية تقوم على أصوله ودي حقات محمود محمد طه أشتر ده ولقد 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 كلمة ممسوحة التبصيل على الرسالة الأولى ولا تزال الرسالة الثانية تنتظر التبصيل وسيتفق لها ذلك حين يجيء رجلها وحين تجيء أمتها وذلك مجيء ليس منه بد كان على ربك حتما مقضية ثم قال من الخطأ الشنيع أن يظن إنسان إن الشريعة في القرن السابع الجبال الرسول صلى الله عليه وسلم من الخطأ الشنيع إنه الظن إنه الشريعة الإسلامية ديك حقات الرسول تصلح بكل تفاصيلها للتطبيق في الغرن العشرين ذلك بأن اختلاف مستوى مجتمع القرن السابع عن مستوى مجتمع القرن العشرين أمر لا يقبل المقارنة لأنه في نظر الصحابة ديك كانوا ناس بركبوا الحمير ويشيلوا الدرجة والحربة أما الآن قال هم اتطوروا شاكد قال ما بنفع معهم الدين الجبا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج العارف ليفصل فيه تفصيلا وإذا دخلنا جوه محمود محمد طا بنكر الزكاء بنكر الصلاة بنكر التوحيد بنكر خروف الضحية قال ما في ضحية قال ده كله كلام فارغ ساكد وضيع قروش قريب للتراب كذا ده في الصفحة رغم 22-23 من كتاب الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين قال محمود محمد طا الهالك قبح الله وجه قال هنا نحن شريعتنا في الزكاء ذات المقادير ما هي الكلمة الآخيرة العايزة الإسلام الزكاء الواضحة بالإسلام دي قال ما الكلمة الآخيرة العايزة الإسلام النقطة دي أحب أن تكون واضحة الزكاء ذات المقادير اللي وجهت في القرآن والسنة ما هي الكلمة الآخيرة العايزة الإسلام إلا لأنه اضطره لتقريرها لملابسة الزمن والمتمع القرني المتمع البشري في القرن السابع فإلى أن قال فكأنما فكأنما ما كانت مشروعة الزكاء في الوقت ذاك لتحيل مشاكل المتمع الماضي في القرن السابع نحن هنا في المتمع الحاضر نعيش في متمع بشري صارع في مدى الأربعة عشر قرن ليصل لتقرير حقيقة إنسانية كبيرة هي ما سميت بالاشتراكية الاشتراكية معناها إنه الفقير له حق مش صدقة يعني مش ذكاء فقال نحن الآن في الغرن العشرين الاشتراكية حقتنا بتنفع معنا أما الزكاء دي دي ما بتنفع لأنه كانت مرحلة وانتهت إلى أن قال فإذا كنت أنت ترى إنه الدين بسوق الناس إلى باحات الحرية والعزة لا يمكن أن تفتكر إنه آخر ما عنده أن يحيل مشاكل الناس بالصدقة آخر ما عنده يحيل مشاكل الناس بالصدقة يعني بالزكاء لكن دي شريعة مرحلية الزكاء الشريعة المرحلية هو عاوز يطوره يعني يبلغ بها مرحلة يقول للفقير حق مش صدقة يعني مش ذكاء دا في الصفحة 22-23 لمحمود محمد طاها محمود محمد طاها قال الأنبياء ديل فيهم الرسل وأنبياء ما مسلمين ذاته كفار صفحة كم وده عبدالحي ما بيعرفه بس فقاله الشغل دا شغل علمي علمي تقرأ الكتب دي تكسر رقبتك الله يكسر راسك تقعد تقرأ الكتب دي وترد بعلم ما شغلت وتافات لأملت جبهجية وحواليك شغالين هي لله هد خطب ذاته ولا مسيرة عرفته الشغل دا شغل علمي كده اللي بيرد على العلمانين بالطريقة دي ترد عليهم من كتبهم من كتبهم لأن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما حرم قراءة كتب الباطل كالإنجيل والتوراة فيما قام الحجة قال تجيب الكتب كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين مع أنه هناك في سنن الدارمي عمر بن الخطاب جزال صعيفة من توراة وبدأ يقراه ووجه رسول الله يحمر كأنه فقه في حب الرمان من الغضب فقال أمتهوكون فيه ابن الخطاب لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي لكن في مقام الحجة قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فده الشغل بيكون كده عبد الحي شغل بيكون علمي ما شغل هتافات ولا بتقدر تحارب عالمانين بالطريقة دي بعد شوية الهتافات الوراة دي بتجيب لها تفجيرات أفهم الكلام ده كويس وبتجيب لها بلاوي ومصائب وبتجيب كفوة للإسلام ده والمسلمين زي ما عملتوا فيها بغانيا باللادين وزي ما عملوا جبهة النصرة وزي ما بسووا الليلة داعش تقول الله يا أخي طيب الصفحة كم ستة واربعين من رسالة الصلاة يقول محمود محمد طه عن الرسل الأنبيع قال وعلى قمة الصلاة حتى ترتقي برقى أفرادها إلى مرتبة الإسلام التي لم يحققها إلا أفراد مرتبة الإسلام دي لم يحققها إلا أفراد من لدن آدم وقد قصر عنها حتى بعض الأنبيع في أنبيع ما حصلوا مرتبة شناء جماعة الإسلام محمود محمد طه بكفر الجماعة الأنبيع الصفحة كذلك تلاتة واربعين محمود محمد طه يقول أبيات الكفر والملاحدة من الصوفية القدام قال قال تطهر بماء الغيبي ويأيد الكلام دا تطهر بماء الغيبي إن كنت ذا سري وإلا تيمم بالصعيد وبالصخري وقدم إماما كنت أنت إمامه وصل صلاة الفجر في أول العصر الصبح تصليم العصر قال فتلك صلاة العارفين بربهم فإن كنت منهم فانضح البرة بالبحر وده كفر بالله سبحانه وتعالى محمود محمد طه قال الصلاة دي بياخدوه من الله بدون وصة محمد صلى الله عليه وسلم طوالي في الصفحة تمانية واربعين ما عليش أن ينتهي من الشغل الذي تاني ما يقعد يهاتف لنا ولا يكر كلنا قال قال في الآية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال محمود محمد طه وذلك المعنى في حقه هو أن الصلاة الشرعية فرضت له وقت ينتهي فرض 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 له وقت ينتهي فيه وذلك حين يرتفع السالك إلى مرتبة الأصالة ويخاء قال في وقت الفرض بتاع الصلاة ينتهي فيه على العبد وجاء الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الزهل قال يحصل مرحلة الأصالة وجوب الصلاة وفرضية الصلاة بتنتهي عنك تاني ما في صلاة أها ويخاطب بالاستقلال عن التقليد ويخاطب بالاستقلال عن التقليد ويتهيأ ليأخذ صلاة الفردية من ربه بلا واسطة تأسيا بالمعصوم الصلاة دي بتزغط لكن في الصلاة تانية تأخذ من الله طوالي اسم الأصالة ومرتبة الأصالة فهو حينئذ لا تسقط عنه الصلاة وإنما يسقط عنه التقليد ويرفع من بينه وبين ربه بفضل الله ثم بفضل كمال التبليغ المحمدي الحجاب الأعظم الحجاب النبوي تاني أي حاجة جباه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة معلومة زكاة دي كلها بالزح بتأخذ من الله صلتان إما انتهت اسمه صلاة مرحلة الأصالة وكلام كتير جدا جدا في هذا الكتاب بعد ده البرعي جيب الكتاب بتاع رياض الجنة ده آخر الكتاب البرعي بمدح في محمود محمد طه وعبد الحي يوسف بأييدهم صوفية ديل وساكت عنهم وعامل فيها الليلة قال ببرد قال على ناس محمود محمد طه واتباعي طيب البرعي ده مدح محمود محمد طه مدح عجيب من ده وارياض الجنة ونور الدجنة الصفحة 149 150 يقول البرعي سفكوا دماء الأبرياء ظلما كما سفك الذين خلوا دم الحلاج حلاج أصلا كافر كان يقول ما في الجبة إلا الله لكن البرعي قال في أبرياء كتلهم ظلم زي ما كتلوا الحلاج ظلم الصفحة البحذية وراك الأبرياء دي المنو الكتلهم ظلم في نظره قال وتولى محمودا بخير عناية بعد ما هبش نماري واتطعم في نماري وشتم نماري لأنه كتل محمود محمد طه بعد ذاك بترحم على الأبرياء الكتل ظلما دي المنو يا أبو رعي قال وتولى محمودا سفكوا حاتمية وخمسين وتولى محمودا محمود محمد طه بخير عناية مثل الجنيدي وشيخنا النساجي وارفع مكانه مكانه ذي الوفا مبارك مع يوسف هكذا مكتوب مع يوسف وأخيه ابن الناجي دا عقيدة الصوفية الليلة في محمود محمد طه محمود محمد طه هل بترد عليه يا عبد الحي يوسف ما هو إلا صوفي كشف السر صوفي كشف السر ينبغي عليك إن كنت صادقا وموقف دا موقف إسلامي صحيح أول شي تبدأ بالصوفية دا لكن دا ما ما يدل إنه دي كل مواقف شنا جماعة سياسية والله ما عند علاقة الدين وما تسمع الفصاحة والبلاغة والله لو أخذوني فدمي فداءا في سبيل الله كذب قال الترابي قبليك هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه وطلع ما سورة ساكت فمبنن غشة تاني هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى صلى الله وسلم